اشتركوا في القناة التي تحظى بها رياضة الخيل في مملكة البحرين بفضل الاهتمام والرعاية التي تحظى بها هذه الرياضة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وما وصلت إليه رياضة الخيل في المشاركات العالمية والتي دائما ما تؤكد مكانتها والتفوقها وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مع عودة سباقات الخيل في بريطانيا والتي توقفت بسبب فيروس كورونا تمكن فريق فيكتوريس من اعتلاء المركز الأول عبر فوز الجواد فاليرين ستيل بالمركز الأول بعد منافسة قوية ومثيرة حتى الرمق الأخير من السباق وأضاف سموه حرصنا على المشاركة في السباق للوقوف على مستوى الجياد لفريق فيكتوريس حيث أننا وضعنا أهدافنا من وراء هذه المشاركة بعد توقف دام عدة أشهر وتمكننا من تحقيق الإنجاز باسم مملكة البحرين الغالية ليكون اسمها مسجلا في سجلات الأبطال وهو ما يسعى إليه فريق فيكتوريس دائما وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن النتيجة المتميزة التي حققها فاليرين سيل في السباق تبعت على التفاؤل بتحقيق المزيد من الإنجازات في السباقات المقبلة ومواصلة تحقيق الذهب في العصر الذهبي ورفع اسم البحرين عاليا في السباقات المقبلة تبعت على التفاؤل